لم يكن المشهد السياسي الراهن في العراق ليختلف عن فصوله السابقة لا من ناحية تحكم القرار الخارجي بالمشهد رغم دعايات السيادة والاستقلال ولا من ناحية المحاصصة الطائفية مع رواج الحديث عن حكومات مدنية عابرة للتخندق الطائفي فالواقع يقول إن بريت ماكورغ وقاسم سليمان هما ذراعات تحكم الأساسية وما دونهما مجرد أدوات بشهدة ساسة بغداد أنفسهم كالقيادية بإتلاف النصر جميلة العبيدية التي أكدت أن تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر ثم الحكومة خاضع للقرار الخارجي وللإرادة الأمريكية والإيرانية لم يطل شركاء العملية السياسية حتى اصطفى كل في معسكر يراه الأقرب للظفر بالحكومة فانقسموا إلى تحالف يضم الفتح ودولة القانون كمرحلة أولى يقابله التحالف الرباعي ضم العبادي والحكيم وأياد علاوي وكتلة سائرون التابعة للصدر وإن كانت جهود ماكورغ أفضت لهذا التحالف الرباعي بحسب القيادي بحزب الدعوة سام العسكري فإن طهران وسعت نطاق عملها لتشمل تفكيك اتلاف العبادي عبر سحب مواليها واحدا بعد الآخر فبدأت بفالح الفياض زعيم كتلة عطاء ولا يتوقع أن تنتهي به صحيفة الجريدة الكويتية قالت أن وسائل الإعلام الموالية لطهران بثت تسريبات عن شقاق 28 نائبا من ائتلاف العبادي بعد إعلان الأخير تحالفه الرباعي وهو ما يوحي بأن الفياض صاحب الأربعة مقاعد لن يكون آخر المنشقين على أن يسارع تحالف الفتح بتقديم تنازلات للقوى الكردية تدفعهم للتحالف معه طمحين لإزاحة العبادي عن منصب رئاسة الحكومة لا سيما وأن بينهما ما صنع الحداد عقب استفتاء كردستان العراق لكن التجارب السابقة في العراق تقوم على نظرية مفادها مهما على صوت الصراع بين طهران وواشنطن فإنه بالنهاية سينتهي بتقاسم يرضي الطرفين ويخدم مصالحهما اشتركوا في القناة